طبعاً مارجان العالمين وصل أسبوعه الثالث من التقلق والإبداع خلال الفترة اللي فاتت هو الحدث الأبرز في مصرنا الحبيبة حدث سياحي مختلف حالياً على مدار التمانية واربعين ساعة الأخيرة كانت مبهرة جداً بشكل كبير خالوني أن اللي حضرتكم مدى التفاعل الكبير من جانب الجماهير اللي حضرت وتبعت الفعاليات اللي حصلت في التمانية واربعين ساعة الأخيرة خصوصاً يومي الخميس والجمعة طبعاً يوم الخميس أقيمت مباراة بين أساطير القرى المصرية شفنا نجوم طبعاً كبير قدمت خدمات كتيرة لمنتخبنا الوطني زي أحمد حسن السقر وحازم إمام وميدو ومتعاب وحسن عبدالربو والسقأ وعمر أدسوقي وعبدالسطار صبري الفكهة محمد صبري وخالد الغندور وباجاتو وشام حنفي طبعاً كمان شفنا مدربين من خارج الخطوط كابتن وليد سلاح الدين وكابتن سامي الشيشيني وكمان المشرفين على الفرق كابتن والأستاذ الكبير حسن المستكاوي وكمان أستاذنا الكبير فتح سند يعني الانطبعات دي كانت موجودة وزعرت بشكل كبير على منصات السوشيال ميديا من جانب كل المتابعين اللي تبقوا هذه المباراة المختلفة أكيد حدث ما فيه شك إنه حدث كبير إنه بيضم طبعاً نجوم عملت كل حاجة في كرة القدم مع منتخب بلدهم وكمان مع عنديتهم الخاصة الناس استمتعت وشافوا كمان منافسة كانت قوية جداً منافسة كانت فيها ندية وجدية ما كانش بس ماتش تر فيهي شعاره كان لها للتعصب لكن في الأخير الناس استمتعت الناس على مدار الساعة اللي تلاقي فيها المباراة كانت متابعة وواخد بالها من كل التفاصيل كمية الناس اللي كانت حاضرة وكمية اللقطات والصور الفوتوغرافية والتسكيرية الخاصة بين اللاعبين والجمهور كانت حاضرة في هذا المهرجان أحداث النهاردة وفعليات المهرجان هي طبعاً متعددة لكن النهاردة عندنا الحفل الكبير المنتظر واللي تم الإعلان عنه حفل فرقة المصريين طبعاً اللي طبعاً مهتمين بالفن والموسيقى يعرفوا قويس جداً أنا بتتكلم عن إيه لأول مرة على المصرح الروماني في مهرجان العالمين بدورته التانية هنشوفه نتابع طبعاً هذا الحفل بقيرة الموسيقى الكبيرة الأستاذ هاني شنودة حاجة كبيرة جداً أنا عاشها النهاردة ونعاش تفاصيلها طبعاً هنزلين نشوف كمان إستراءات هذا الحفل بمهرجان العالمين وهتتقدم عنية أوقات أشوف ملامحك وغنية كمان لما كان البحر أزرق طبعاً كل هذه التفاصيل التاريخية أكيد محفورة في عقول كل الموسيقين والمحبين للفن والموسيقى في مصن الحبيبة